السلام عليكم متابعيني الأعزاء وأهلا بكم بهذا الفيديو بصراحة أشوف هذا الجهاز مشروع الجهاز من الفيل المتوسطة يعتبر فعلا جاي جدا ولكن بكل تأكيد الموضوع بي جانب مهم جدا واللي هم موضوع السعر أو التسعير داخل العراق وأيضا تسعير بباقي الدول العربية اللي يتعبوني حاليا هو الرلمي 13 بلس بدون برو وبدون برو بلس فقط بلس أول موضوع واللي هو الواجهة الأمامية وبالتحديد الشاشة الشاشة راح يكون حجمها 6.67 إنج من نوع أموليد فل أش دي بلس معدل التحديد الخاص بها هو 120 هرتز وحساسية لمس تصل إلى 180 هرتز نحن حاليا قاعد نتكلم عن شاشة مقصصة لهواتف الفيل المتوسطة تعتبر جدا جدا ممتازة كأرقام وبالتجربة أيضا أكو أكثر من هاتف حاليا بنفس هذه الأرقام تقريبا والتجربة التي تحصلها من هذه الشاشات كمشاهدة محتوى وهذه الأمور تعتبر ممتازة جدا الشاشة هي راح تكون شغالة بشكل طبيعي وتدعم اللمس حتى لو كانت إيدك مبللة أو الشاشة كانت مبللة أو عليها موائي شوية اللمس راح يكون شغال ورح يكون بإمكانك أن تستخدم هذا الجهاز بشكل طبيعي جدا هذه الميزة شفنا ريلمية تخليها بأكثر من جهاز كلها لهاي السنة وهذا الجهاز أيضا راح يحصل على هذه الميزة إضاءة الشاشة وسطوع الشاشة بهذا الجهاز أتصل إياك إلى 2000 شمعة تقريبا وبصراح هذا الرقم يعتبر رقم محترم جدا ممتاز لو قارناه ما باقية هواتف الفئر المنتوسطة يعتبر شي فعلا جيد نعوفوا شاشة ونحول على المعالجة شوية المعالجة الخاص بهذا الجهاز هو الديمانستي 7300 وبالإضافة راميسة إلى 12 جيكا بايت أكيد مع زيادة افتراضية والرامي هنا راح يكون منه ال LPDDR4X والذاكره هنا راح تكون بحجم 256 جيكا بايت وأيضا راح تكون منه UFS 3.1 الآن بموضوع المعالج حاب أتكلم عن شغلة مهمة جدا واللي هو موضوع الدعم للعاب والفريمات وهذه الأمور اللي يغلب الناس يهتموا لهذه الأشياء هذا الجهاز أو شركة ريلمي بهذا الجهاز كنسوى التعاونات مع عدد الشركات منها Free Fire PUBG Mobile و Kerafi Duty هاي اللعبات راح تكون شغالة على هذا الجهاز أو هذا المعالج بالتحديد من شركة ريلمي على 90 و120 فريم لذلك هنا راح تتكلم عن موضوع ونقطة مهمة جدا جدا لازم الكل يفهمها موضوع الفريمات اللي يدعمها أو يشغلها الجهاز على هاي اللعبة أو على اللعبة معينة ما يتناسب مع قوة المعالج هذا الموضوع مو شرطي جسوية يعني أنت ما تحدد قوة الجهاز وإمكانياته على أساس كم فريم يدعم بهاي اللعبة أو بأي لعبة معينة يعني أنت كشخص حاب يشتري الجهاز ما يصير تقيم الجهاز على أساس كم فريم يشغل بـ PUBG فهل هو يعتبر قوي ولا ما قوي الموضوع لا يتم بهاي الطريقة الموضوع له علاقة بمطورين اللعبة نفسهم الموضوع له علاقة بالمعالج هذا الموضوع له علاقة بالشركة الخاصة بهذا الموبايل هل عدة تعاونات مع هاي الألعاب أو هاي التطبيقات فالموضوع يتأثر بأكثر من عامل والموضوع أبداً ما له علاقة بعدد الفريمات اللي تعمى هذا الجهاز فيعني هاي نصيحة ونقطة مهمة أسمنة تخلوها ببالكم قبل ما تختارون الجهاز وقبل ما تحددون أي جهاز أقوى من أي جهاز الآن الآن نقف المعالج ونتحدث شوي عن الكاميرات عندك كاميرا أمامها 16 ميجابيكسل وعندك كاميرا خلفية أساسية 50 ميجابيكسل تجي مع مستشعر من شركة سوني الـ L-YT600 بالإضافة أن هذه العدسة الأساسية التي هي 50 ميجابيكسل ستدعم مثبت البصري أو OIS هاي بصراحة شغلة مهمة جداً حالياً قمنا نشوفها منتشرة جداً بهواتف الفئة المتوسطة وبصراحة نشوف هذه القطوة كلش حلوة من الشركات وبنفس الوقت هي حاجة حلوة فعلاً أن يمتلكها لمستخدم بالكاميرا الخاصة بجهازها كاميرا ثانية Ultra Wide 8 ميجابيكسل كاميرا ثالثة خاصة بالماكرو أو لتصوير الأشياء القريبة بدقة الـ 2 ميجابيكسل أشياء وشغلات ثانية إذا رح تكون موجودة بالريلمي 13 بلس بصمة تحت الشاشة سماعات استيريو من الأعلى من الأسفل هاي شغلة مهمة جداً دائماً نتكلم عنها وأنا بصراحة أشوف الموضوع كلش مهم حتى بهواتف الفيرمنتة وسطة حالياً أو شوفوا الموضوع فعلاً ضروري أنه جاز يجيب سماعتين أو ينطي تجربة الستيريو سبيكر منفل 3.5 مليمتر رح يكون موجود وأيضاً لكو حاجة بصراحة موحل وأشفتها من خلال الصور الخاصة بهذا الجهاز أنه لأزرار مات الطاقة وما تخفض ورفع الصوت رح تكون بجهة وحدة أنا ما أحب مفضل هذا الشي لأن حالياً موجود عندي هذا الجهاز واللي هو التكنو كامون 30 برو 5 جي أيضاً يجي الدقمة خاصة بالباور مع الدقمة الرفع وخذ الصوت بجهة وحدة فدائماً تتوهم تكون ضغط هاي وما تضغط هاي فالموضوع هنا شوي يكون مزعج الشغل الثاني اللي بصراحة شوفه خطوة كلش حلوة أنه هذا الجهاز من ريلمي رح يجي مع معيار لمقامة المام الغبار واللي هو معيار الـ IP65 هذا المعيار بصراحة كلش ممتاز ما كنا نشوفه بفترة سابقة على هواتف ريلمي متوسطة حالياً أعتقد به هواتف ريلمي 13 سنبدأ نشوف هذا الشي وبصراحة هي خطوة كلش حلوة وتعتبر فالتحسين إيجابي للشركة وأخيراً وليس آخراً موضوع البطارية حجمها 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط بعام 2025 سنبدأ نشوفه أرقام حتى لحد المئة واط بهواتف الفيلمت وسطة هذا الشحن 8 واط الموجود بهذا الجهاز رح يشحن لك الـ Realme 13 Plus من صفر إلى 50% إلى 19 دقيقة فقط وأكيد لازم أن نتكلم هنا على بطارية بحجم 5000 مو 4500 ملي أمبير وأخيراً بالنسبة للسعر الخاص بهذا الجهاز السعر العالمي لهذا الجهاز هو 275 دولار ولكن بالعراق دائماً يكون سعر أقل من هذا وشخصياً توقع سعر هذا الجهاز بالعراق رح يكون 225 إلى 250 دولار مو أكثر من هذا وبصراحة رح يعتبر خيار كلش مثالي وممتاز بالنسبة لهاي الفيئة بالتحديد أنا كنتم إياكم محمد إذا والمرة شوفني على يوتيوب اشترك بالقناة وخلاك لهذا الفيديو وإن شاء الله أشوفكم في فيديو الجهاز ترجمة نانسي قنقر